ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المريء وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائفة السعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأكد معالي وزير الداخلية في تصريح له أن وضع الأمن العربي تطلب استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تتطلب العمل المشترك وبأساليب مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة انطلاقا مما يجمعنا من وحدة الموقف والمصير وأوضح معالي الوزير أن وزارة الداخلية كانت وما زالت جزءا رئيسيا من قصة النجاح التي تحققها مملكة البحرين لمكافحة هذه الجائحة بتوجيهة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ضمن جهود وطنية بناءة يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال العمل في خطوط الدفاع الأولى وأنفاذ القانون وتطبيق الاشتراطات الوقائية حيث أن مواجهة هذا التحدي جزء أساسي من منظومة حفظ الأمن والاستقراض وأضف معالي أن هذه الظروف ومن يصاحبها من جهود أمنية مبدولة تزيد من أهمية العمل بشكل تكملي وتنسيقية فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة ووضع قائمة بالدروس المستفادة من إدارة هذه الكارثة التي نازالت تضرب العالم وجمع هذه التجارب العربية في إطار من تبادل الخبرات وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منها وأشار معالي إلى أن هذه الجهود والتحولات فرضت قواعد حاكمة في مجال تعزيز الأمن السبراني والمضي بخطوات متقدمة في التوسع باستخدام تطبيقات الذكاء للصناعي أمنيا وخدميا وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من أوجه التعاون والتنسيق الأمني والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال العام 2020 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية فيما سبق أنعقاد الدورة اجتماع تحضيرية ترجمة نانسي قنقر